أكدت مصر التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتكثيف منابع تمويله جاء ذلك في البيان الذي ألقاه الوزير المفوض محمد فؤاد مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية وذلك خلال مشاركة مصر في إطار عضويتها بالتحالف الدولي لهزيمة داعش وذكرت وزارة الخارجية أن الاجتماع تناول الجهود المبدولة للتصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابية في العراق والسوريا سبل التعامل مع التهديدات التي تمثلها الجماعات المرتبطة بداعش في أفريقيا وأفغانستان بالإضافة إلى المستجدات الخاصة بأنشطة مجموعات العمل المنباتقة عن التحالف